بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بمن أتى بتحية وسلام يريد الترحيب بأحلى الكلام يريد أن نعلن له الانضمام إلى كوكبة أصدقائنا الكرام فأهلا وسهلا بكم جميعا حياكم الله في برنامجنا ألا وهو الفيديوهات التعليمية ومحدثكم زكي فراش وشرف التدريب ومدرب ومقدم برامج تدريبية بمتخصصة في التقنية والتعليم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أهلا وسهلا بكم جميعا في بداية اللقاء أحب أرحب بالحضور جميعا وأسعد الله صباحكم جميعا في هذا اليوم الرائع والجميل والجو اليوم بارد كده في مكة المكرمة رحل اليوم فماشاء الله تبارك الله توقع أن الجميع حاسس بالبرود اليومين هذه فالحمد لله على هذه النعم ونشكره على كثير مما تفضل علينا طيب نبغى نتعرف على الإخوة فما أدري إن كان في أحد نبغى نسأل السؤال اللي هو السؤال يقول شوف السؤال ظهر عندك يقول هل أنت مستمتع بالتعليم عن بعد وعندك نعم وعندك لا فصوت شوية كده عملنا تصويت عشان نشوف هل أنت مستمتع بالتعليم عن بعد ولا متضايق من التعليم عن بعد ولا زعلان ولا كويس ولا بنسمع شوي يعني فاهمين هي هذه الفكرة يعني كويس في ناس يقول نعم في ناس يقول لا كويس نسمع نسمع خلي شوية اللي قائم شو خلات كده الجميع ظهر لجاوب هتوقع الجميع جاوب فهذه النتيجة النتيجة تقول شير ريزولت فزيما أنت شايف النسبة تقول سبعين في المئة نعم وفيه ثلاثين في المئة يقولوا لا واحد وسبعين في المئة نعم وتسعة وعشرين في المئة يقولوا لا لسنا مستمتعين فاني بغى نسمع لماذا أنت مستمتع بالتعليم عن بعد واني بغى نسمع لماذا أنت لست مستمتع بالتعليم عن بعد بغى نسمع بالمايك طبعا مونيسمع بالكتابة يالا شباب قفلنا الصوت المزعج داع عشان نحطيته عشان بس أعرف أنكم وصلتوا فلماذا أنت مستمتع تفضل حبيب قول هاي معك الأستاذ أحمد محمد العتيبي هياك أستاذ أحمد تفضل الله يتكرر عافية أستاذ قلت بالنسبة أنا صوتت على كلمة لا نعم لأن المرحلة بالنسبة لنا يعني أنا شوف أن تعليم عن بعد يضر أكثر مني كنسبة عالية يعني المضرة أكبر ولكن فيه فيه فائدة ما أقول ما فيه فائدة لكن فيه فائدة ولكن مضرة أكثر أنا أدرس أول أو ثاني أو ثالث أبتدائي ودرس الرياضيات لا أنت ما فهمت أنا فهمت السؤال خطأ السؤال يقول هل أنت مستمتع ولا لا بغض النظر عن المعلومة بتوصل للطلاب يفهموا الطلاب ما يفهم هذا المال يدخل أنا أتكلم على نفسك أنت أنت لما في البيت يعني الآن الآن أنا في البيت من ناحية الراحة مرتاح المعلم يعني من ناحية التالي معا بعد مرتاح أكثر منه يروح يجي وكذا إذا كان فكرة السؤال زي كذا هذه فكرة السؤال نعم هذه فكرة السؤال أنا مستمتع أنا أغير من لا هذا هو السؤال بس يا شباب نرجع نعيد السؤال السؤال يقول هل أنت مستمتع ولا لا طبعا أكيد أنه زي ما قال الأستاذ أنه في مشاكل كثير في التعليم عن بعد وفي نقص وفي في في أشياء كثيرة بس هذا ليس السؤال هذا ليس السؤال بس الله يحفظك ذاك الله خير أستاذ أحمد حفظك الله ها شباب ممكن ناخد جواب ثاني طبعا بالميك أفضل عشان نسمع بس قد ضليا ستوفيق طيب فننتظر هل أنت مستمتع بالتعليم عن بعد أم لا سؤال بس إذا أبغى أسمع أصواتكم فلاجم أسأل سؤال خليكم نسمع للأصوات طيب جميل نرجع نكمل الحديث إذا نحن حنتكلم على الفيديوهات التعليمية وحنتكلم على مهارات بسيطة جدا إن شاء الله أي صوتك لا يصل نعم ما في مشكلة في الصوت عندك في مشكلة عندك في الصوت وليس لدينا يعني ما عندك المشكلة حاول تخرج وترجع ثاني أخرج من القاعة وادخل مرة ثانية إحنا ما حنروح بعيد إن شاء الله موجودين فإن شاء الله يشتغل معك المايك تمام؟ فنقول أنه اليوم إحنا حنتكلم على الفيديوهات التعليمية وحنتكتسب إن شاء الله سويا مهارات في إنشاء وتصميم وإعداد الفيديو التعليمي وحنتكلم على أنك في النهاية تكون قادر على أنك تصمم فيديوهات تعليمية تنشئ قناة تصمم مقاطع بسيطة موجهة تصمم مقطع طويل تشرح بالفيديو وأخيرا تجمع أكبر قدر ممكن من مقاطع الفيديو اللي إن كيف نجمعها تمام؟ نأخذ هذا الفيديو كده بسيط نستمع إليه الفيديوهات التعليمية على اليوتيوب ستقوم بإنشاء قناتك الخاصة إذن هذا هو الحاجة سنسوي قناة على اليوتيوب نعلم كيف تحمل مقاطع الفيديو ثم نتعلم برنامج سبارك أدوبي بعدين نتكلم عن أدوبي سبارك مقاطع جميلة أخيرا سنتدرب على برنامج إدبازل وتقوم بصناعة فيديوهات تفاعلية ودورة تدريبية يامين طبعا ما هي القواعد اللي موجودة؟ القواعد اللي موجودة الخاصة بالحضوري وإحنا عن بعد فإختلفت القواعد شوية أنا أتمنى أن يكون المايك مفتوح يعني أي واحد عنده سؤال يفتح المايك ويسأل لأنه ما أقدر أروح للشاتين كل شوية أرجع أروح أقدر أتشاهد ما حدثات هذا بالنسبة لأنه العدد بسيط جدا الحمد لله كلنا 12 و10 أخذتكلم ونأخذ تفضل يا أستاذ ألا حبيبي أقول لك فيه مكانية نستخدم جهازين يمكن جهاز عملي وجهازي مثلا للاستماع ولا بس جهاز واحد يكفي لا 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 أدخل بأربعة جهاز معنا لا يمشكل يعني لا يكفي عملي ولا بس استماع لا عملي أنا كله عملي أنا عمري ما قدمت دورة تدريبية استماع لا شكرا حياك الله فضل يا أستاذ توفيق جاه الصوت الحمد لله ايه فيه صوت ايه على مرة حل وجميل حياك الله صباح النور رب عليك صباح الخير كيف الحال الله يحفظك حبيب بالنسبة للسؤال السابق ايه السؤال اللي قلنا هل أنت مستمتع لا نعم يعني بين وبين كويس برضو لكن مستمتع طبعاً لما لما يكون في فيديوهات وفي كذا وفي كذا يعني يكون شيق للطلاب وشيق بالنسبة لي ما تفشل يعني 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 يا سلام يعني أنت بالنسبة لك التغيير يكون سريع ايه يكون زي التغيير اللي في الفصل المباشر اكيد ايه اكيد ايه هو هذا الجوابات جميل الله يحفظك الله يدعك بالخير حبيبي يا ان شاء الله طيب إذن القواعد اللي هنتكلم عليها اللي هو الحضور احنا حنبدأ الساعة 8 وانتهى الساعة 12 تمام اليومين الاول والثاني المشاركة زي ما قلت الله يحفظك حاول قدر المستطاع انك تفتح المايك وتشارك تسأل السؤال اللي تبقى لأنه العدد بسيط ويدو بحتي السؤال لما تسألوني احس انكم معايا لما انا اتكلم 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 ما حستفيد اي شيء من الكلام اللي انا هقول تمام بعدين حاول انك انت ما تنشغل بالاجهزة والموبايل والجوال والواتساب انا قفلت الجوال زي ما انت شايف هو جالس معاكم فاتمنى انك انت برضو تكون معنا لازم هيجيك اتصال لازم هيجيك رسالة واتساب هذا ما فيها مجال فالله المستعان احنا نحاول نركز مع بعض ونحاول ان شاء الله ان احنا نتعلم سؤالي وطلبي الاخير ان شاء الله الدورة هذه ترجعوا تعيدوها للطلاب او اسف للمعلمين في المدرسة ونسقوا معايا ننسق نسوي دورة للطلاب للمعلمين انت تسويها واحنا نعطي شهادات من مركز التدريب ونسوي تدريب اقران في المركز في التدريب عندك في المدرسة او تبا اونلاين نديك قاعة اعطيك القاعة وسوي التدريب لمعلمينك في المدرسة او لطلابك زي ما تحب ما فيه اشكالية بالعكس هذا الشي يشرفنا ويفرحنا انه انت تشارك وتسوي الحاجة هذه فيه تخوف كثير من بعض المعلمين من الموضوع هذا انه طب انا اقدر اسوي دورة طب انتوا تعتمدوني طب هو انا موجود طب انا حي طب انا يا شباب هدي الوضع ترى الامر ببساطة جدا اي شخص اقدر يقدم برنامج تدريبي الان واي شخص اقدر يدرر لكن احنا نهتم بالكونتنت بالمحتوى فالمحتوى هو الاهم حاجة في الموضوع كله فاذا كان عندك محتوى اللي هو الدورة هادي هتقدمها للمعلمين هذا شيء جميل جدا ورائع ويفيد الطلاب ويفيد المعلمين وانت رقم واحد الفائدة الكبرى لك سؤالي ما هي الفيديوهات التعليمية لازم ناخد كلام شوي في البداية بعدا ندخل على التطبيق فما هي الفيديوهات التعليمية بالمايكة بالمايك اللي بيرفع يده عشان نسمع ونشوف نسمع الاسم ونشوف ما هي الفيديوهات التعليمية تعريف بسيط كده حتى لو ضغطت على اليوتيوب تكتبت يمكن ما يجب لك التعريف او يمكن يجب لك التعريف بس يعني ايش مو التعريف اللي حنتكلم هذا التوفيق الفضل ستوفيق يعني الفيديوهات التعليمية ما يتعلق بالهدف الدرس يا سلام يعني يخص الدرس وذاته يمين فيفيد الطلاب يعني جزاك الله خير حلو ها سيد احمد فضل الفيديوهات التعليمية يعني هدف يعني من هو هدف نقوله فهدفة التعليمية يعني أداة تساعد المعلم في إيصال المعلومة بشكل أسرع للطالب يا سلام جميل جميل جدا رائع ها شباب طب اللي ما يقدر يتكلم يكتب انتوا فيديوهات تعليمية يعني يجب أن تتكلم وتسجل يكمل السلام تعالى أستاذ تركي تفضل سيد الله صباحك صباحك حبيبي بالنسبة للفيديوهات التعليمية أنا أرى وسيلة أخرى أو طريقة أخرى لإيصال المعلومة للطلاب تكون مشوقة تكون هادفة جميل يعني تغيير جميل جدا رائع جدا جدا رائع شكرا يا أستاذ تركي طبعا حد يكتب في الشاتينغ طيب سواء صوت أو شاتينغ زي ما تحبه يعني ما هي الفيديوهات التعليمية سؤال بسيط جدا وسهل تمام طيب الفيديوهات التعليمية خلاص كده نجاوب طيب الفيديوهات التعليمية يا أخي شباب هي فيديوهات صممت من أجل التعليم يعني أنا سويت فيديو عشان أوري الناس وأنا كيف بأشرب قهوة هذا لا يدخل في قائمة الفيديوهات التعليمية تمام فالفيديوهات التعليمية هي فيديوهات صممت من أجل التعليم أنا أبغى أعلمك كتابة حرف الكاف فلما كان الهدف الأساسي أنه تعليمي فأصبحت الفيديوهات هي فيديوهات تعليمية يعني هي الفيديوهات هي فيديوهات تم صناعتها لغرض التعليم هذا أبسط تعريف له فلو جينا مثلا على هذا الفيديو على سبيل المثال إنه هذا كيفية صناعة مقطع كيف تسوي كمامة بالشراب تمام فكان مشهور المقطع دي لأيام من الكورونا فحاولنا إحنا إيش نجيب كده الفيديو نرخص صوت بس تمام فهو بيحاول لك جيب لك شراب تقص منه الطرف الأول تعمل هنا طرف بس مول الأخير تخلي شوية مسافة فوق الأخير بعدين تشيل هذا الفط طرف خلاص الآن صار عندك الكعب تمام من هنا نقص الطرف ده ومن هنا نقص الطرف ده كذا خرجتنا تمام والآن نسويش نعمل الإذن التي تركبنا على الإذن اللي هي الإذنين فهذا نوع من أنواع الفيديوهات التعليمية شكراً يا أستاذ نظار موقع تعمل موجهة لتحقيقة أفتعليم الممتازة عندنا برضو فيديو تاني زي هذا مثلاً هذا فيديو تعليمي اللي هو عملية الهضب كيف يدخل الطعام في الجسم يدخل الطعام ويتمدغ فيديو جداً رائع وجميل واضح للطلاب وخدف واضح إنه فقط أسراب شوف كيف نزل الطعام في المريء معدين يصل إلى الأمعاء على المعد آسش تمام عندنا برضو هذا رغم أنه بساطة جماله برضو يعتبر أنه هدف تعليمي سن الله الرحمن الرحيم نشوف السؤال الأول أكتب كل من مجموعات الأعداد مجموعات الأعداد باستعمال الصفة المميزة للمجموع الآن هو معكي السؤال الأول وهو ثمانية بورة بيضاء جابها قلم وقعد يكتب ويكتب على برنامج الرسام خيلة للبساطة لكن وصل معلومة بطريقة جميلة جدا والطلاف فهمه ومقاطع من المقاطع المشهورة الأستاذ العديني تمام؟ هذه طريقة من الطرق للفيديو أيضا في فيديو تاني وهو مثلا نسموه مشروع التطبيقات الرقمية للمعلم كيف نوضحه للناس معا نحو التمكين الرقمي للمعلم الهدف العام للمشروع اكساب المعلمين مهارات تقنية حديثة والتي ستساعدهم في جعل الحصة الدراسية أكثر متعة وسهولة يتكون المشروع من أربعة مستويات المستوى الأول الإدارة الصفية تلاقي الكتابة تدخل الكتابة تمشي وتتحرك فهذا يسمى نوع من أنواع motion graphic هذا برضو شرح للبرنامج حق أهلا وسهلا بكم في مركز التدريب التربوي لتعليم مكة المكرمة حيث نقدم لكم أفضل البرامج التدريبية المتخصصة في التربية والتعليم وللتسجيل في البرنامج اتبعوا الخطوات الآتية أولا الدخول إلى موقع التدريب التربوي وهو www.com ولا تغير الموقع لما غيرنا الفيديو طيب لماذا أستخدم الفيديوهات التعليمية في درسي؟ يمكن هذا آخر سؤال ولا حاجة ليش أستخدم الفيديو في الدرس؟ كيف حال أستاذنا؟ حياك الله أخي معجد نعدد الفوائد هذه هي الفائدة نعم في أشياء ممكن أن تعلوه في الكلام يعني مثلا في ماتو العلوم أحيانا بالشرح ممكن الطالب ما يستوعب لكن عندما تريد فيديو تصل المعلومة بشكل أفضل يا سلام يا سلام جميل جدا جميل أستاذ فواز يقول توضيح المعلومة بشكل عملي شكرا يا أستاذ باقي الأستاذ توفيق أذن كان عنده بيتكلم فضل بالنسبة هي زي ما تقول تثير التشويق أكثر باتخدام عدة حواس كمام لما يطالع فيها وغير أن الفيديوهات منظمة بشكل الفيديو منظم الفيديو جميل جميل زي كدو أكثر سيوصل معلومة أكثر مية مية تمام حفيد حفظك الله حبيب مين كمان يا شباب توضيح المعلومة بشكل عملي لماذا أستخدم الفيديوهات التعليمية في درسي لماذا أخليه على طول باوربوينت وانتهى الموضوع ليش أتعب وأصمم فيديو لدرسي لازم نتشارك في الجميع يا شباب لازم تتشاركوا معنا في المعلومة يعني هاي شباب لماذا الفيديوهات التعليمية؟ هاي شباب ترى أنا فتحت المايكات للجميع يعني باستمع للجميع أنت بي للمايك قفل وزي أنت في مكان ما ترى أنا فتحت المايكات قول حبيبي التغيير مطلوب يعني باوربونت كل يوم فحيح فعلا جعلن رائع يا سلام عليك هذا أقل حاجة أقل حاجة أن أنا بغير في درسي يا سلام يا سلام جميل جدا فكرة رائعة على الله بصراحة أحيانا المدرس يكون ما محبر لكن الفيديو سعيده على طول يا سلام عليك أريح نفسي بدل ما أقدر عيد الدرس عيد الدرس هذا جاهز يا سلام عليك يمين الطالب نفسه يعني إذا شاهد بس روتين الفصل وذا كده فيطفش لما يشوف يعني حاجة كده حاجة جديدة نعم صحيح نعم صحيح كأنه تلفزيون عنده يعني وهذا الأساس يعني هذا الأساس يعني إذن الفيديوهات التعليمية عشان الفيديوهات نستخدمها لأنها تخاطب أكثر من حاسة وهذا شيء أساسي أنك أنت تتحدث مع طلاب بالطلاب ذكاء متعدد ومتنوع في الفصل وعندك تعليم متمايذ يعني الطلاب يأتون إلى الفصل ليش نقصد بالتعليم المتمايذ الطلاب يأتون إلى الفصل كل واحد يفهم بطريقة معينة كل واحد يفهم بطريقة مخاصة فيجي المعلم في الفصل يشرح بطريقة واحدة ويعطي للطلاب كلهم واجب واحد فصار في ظلم للطلاب عشان كده لما تجي تشرح الدرس لازم تنوع عشان إلا ما يفهم بالفيديو يفهم بالباوربوينت إلا ما يفهم بالباوربوينت يفهم بالكتاب إلا ما يفهم بالكتاب يفهم بالصوت فكلهم فهموا الدرس بعدين في الواجب كل واحد تعطي واجب مختلف أي طالب واحد أو بعض الطلاب حيسووا واجب كتابي وبعض الطلاب حيصنعوا مقطع لفيديو لدرسك هذا اللي انت شويته فهي تخاطب أكثر من حاسة هذه أهم نقطة بصراحة هي تخاطب أكثر من حاسة مفيدة جدا جذابة فيها ألوان فيها صوت فيها فيديو فيه موسيقى فيه مدريش فيه أشياء كثيرة في ألوان كلها هذه تخاطب أكثر من حاسة وتكون مرة جميلة جدا وأيضا الحاجة المهمة في الموضوع أنهم هم يفهمون بهذه الطريقة وهذه أكبر مصيبة وأكبر مشكلة نعاني منها الطلاب طول الوقت يشاهدوا تلفزيون ويشاهدوا تيك توك ويشاهدوا فعندهم تغذية بصرية كبيرة جدا من الصور تخيل أنت فيديوهات وصور في ذهنه مرة كبيرة ويرجع يجي يلاقي المعلم يشرح بالقلم والسبورة وكلمتين ويسأل ولا أحد معاك ويسأل ولا أحد معاك طيب إيش الحل إيش أسوي؟ أنا أصنع مقطع فيديو وأسأل عن المقطع الفيديو حيجعبك ليه؟ لأنك أنت أصلا لما جيت تسوي الفيديو حطيت فيه أسئلة واستعديت يلا أنا أتحداكم في المقطع التالي تشوفوا كم عدد الكراسي وتوريهم المقطع بعدين تسألهم كم عدد الكراسي؟ يقول لك عدد الكراسي أربعة شاهدوا إذن أنت تسألهم عن الفيديو ليه؟ لأنهم هم بهذا الشكل يفهموا فهذه طريقة جدا جميلة وجدا مهمة تعود الطلاب على صوتي وهذه حاجة جميلة جدا أنك تنتبه لها لأن الطلاب يدخل على اليوتيوب يكتبوا درس الوحدة الماء فيلاقوا أربعة آلاف مقطع فيديو لخمس آلاف معلم تمام؟ هذه المقاطع الفيديو أنت ما تعرف منهم الشخص هذا المعلم ما تضمن المعلومة اللي هو بيقولها تمام؟ لأنه الطالب راح بيبحث فأنت لما يكون عندك قناة وفيها معلوماتك الطالب متعود على صوتك في الفصل فيرجع في البيت يستمع لك فأنت كده إيه سويت له؟ خلاص كده أنت أعطيته المعلومة وحابب أن يتأكد فلما أنا أقدم برنامج تدريبي وخلص البرنامج الجميع يقول ممكن التسجيل حق الفيديو ليش ممكن التسجيل؟ أنت محضرت البرنامج ليه تبغى الفيديو ترجع مرة تانية للدورة تسمعها؟ لأنك أنت كنت حاضر وقلت أنا معلومة في الفترة هذه اللي أنا تكلمنا عليه في الساعة اللي كنت بتكلم فيها في التدريب فجات في بالك المعلومة دي وقال والله في المقطع قال على موقع مرة جميل ما أنا متذكر وما كتبته ممكن أرجع للفيديو إذن التعود هذا اللي سببته للناس في محاضراتي فأصبح الناس الآن يقدروا يشاهدوا المقاطع الفيديو وصار المطلب في الدورة التدريبية اللي أقدمها تمام؟ تكلم على نفسي يعني فالدورة التدريبية اللي قدمها صار مطلب ضروري جدا الفيديو اللي أنت دربتنا عليه المقطع كامل المحاضرة مرة يحبوا دي أنا صارت مرة تعشقوك لأنه المقطع أنا قلت كلمة هو ما أنت بالا فيرجع لها مرة تانية فهي جميلة جدا أنك أنت تعود الطلاب على صوتك فليش ما يكون موجود أنت معهم في الداخل الفصل زي ما أنت شايف فأنت بيسمعوك في الفصل بعدين يجوا لهذه وأخيرا طبعا لمحاصرتهم محاصرتهم لأن المقاطع حقا الفيديو والناس اللي بتتكلم عن الفيديو مرة كثيرة فأين أنت من هذا الكمال هائل من المعلومات فين أنت إثراءك في المحتوى العربي في هذا المجال فين أنت موجود في العربي العرب يعتبر 10% من الانترنت تقريبا أو نصبه بسيطة جدا من المعلومات اللي موجودة بينما دولة صغيرة زي مثلا اللي هي أحد الدول الأوروبية والله معرف بالضبط يش يسمعها بالضبط لكن إذا بحثت عنها حتلاقوها دولة صغيرة جدا المحتوى فيها مرعب لأنه الكل بيشارك البلد كلها تشارك في إثراء المحتوى تقرأ معلومة وتضيفها تقرأ معلومة وتصيفها هذا كلام أول أما الآن أتوقع أنه الدول العربية المحتوى زاد كبير جدا وإحنا أكثر ناس عندنا صور أتوقع أنه أكثر ما يصير أي حاجة لنصور ما يصير أي حاجة لتصور شوف المباريات حقا المباريات اللي تصير كم شخص معاه جوال وصور ورفع تخيل مسجد صلاة عبادة تخيل أنت حاضر أي شيء تلاقيهم بيصوره فأكيد هو موجود في الفيديوهات وموجود في الفيديو لماذا ندمج التقنية في التدريب؟ طبعا هذا الطريقة من طرق الفيديو هات اللي احنا بنحاول نتقربها ما عليش ومرتين تمام؟ طيب الآن إيش حنسوي؟ الآن نقول بناء الخطوات حقتنا التنفيذ إيش رأيكم؟ إيش هي الخطوات؟ كيف؟ أدوني خطوات أبغى أصلي الفيديو أنا أبغى أصلي فيديوهات تعليمية إيش أسوي؟ ممكن أحد إفتينة؟ أول شيء مثلاً أختار البرنامج المناسب أختار البرنامج جميل خطوات حتى لو مهم رتب عادي أختار البرنامج أيوة بعدين الأفكار اللي نحتاجها يا سلام أجيب الأفكار حلو أجهز الأفكار أيوة سواء كتابية أو مقاطع الصوت جميل أشياء كثيرة أشياء كثيرة أشياء كثيرة أشياء كثيرة خلاص أنتها يعني خطوات بسيطة ها شباب في أحد عنده خطوات أخرى خطوات لتصميم فيديو لا إذا أكبر الخير هذا لحظ ها إذن خطوات لبناء فيديو تعليمي خطوات بسيطة جداً الخطوة الأولى أنك أنت تحدد الهدف يعني أنت إيش تبتسوي بالضبط؟ هل أنت تبتسوي فيديو تعليمي فيديو إعلاني دعوة إرشاد إيش تبتسوي؟ فالهدف ضروري جداً أنك تضع هدف لما تريد أن تصنع فأنا عندي منصة حق التدريب تمام؟ وجالسة تصوي الفيديو فلما جاء أسوي الفيديو الخاص ببرنامج من البرامج أسوي إيش؟ أن أنا حسوي الفيديوهات هذه حسوي فيديوهات تعليمية خلو؟ فأنا أخطط وحططت الهدف أنه يكون هدف تعليمي بعد كده أكتب السيناريو لا تتكلم من هنا حاول تكتب السيناريو لا تتكلم من دماغك كتابة السيناريو أحد أهم العناصر اللي حنتكلم عليها اليوم اليوم حنتكلم على كتابة السيناريو وحنشتغل على سيناريو كده نشتغل عليه ونشوف كيف إحنا نبني السيناريو تمام؟ مهم جداً السيناريو ثالثاً حدد البرنامج وأخيراً سجد يعني ما في صعوبة تمام؟ وعندك البرامج كثيرة لكن ممكن تصور بالجوال ممكن تصور بكاميرا احترافية وممكن تصور سطح المكتب يعني عايد أي حاجة أي فيديو ممكن أحدد لك البرنامج فالبرامج كثيرة جداً هنتكلم عليها وحنسجل بعض المقاطع الخاصة بها فهي أربعة أركان وأربعة أجهاء فما هي الخطوات مرة تانية مين عندنا هي الخطوات؟ كتابياً أكتبوا لي الخطوات الله يحفظكم أرجو كتابة الخطوات الله يحفظكم الجميع الله يحفظكم يكتب الخطوات اللي قلناها إلا هو تحديد الهدف كتابة السيناريو تحديد البرنامج التسجيل أكتبوها أنا قلتها بس أبقكم تكتبوها يلا أكتبوها عندك المحادثات أكتب لله خليك أستاذ زاكيو نكتبها ورقة أكتبها في المحادثة أكفي المحادثات الله يحفظك في المحادثات تحديد الهدف كتابة السيناريو اختيار البرنامج والتسجيل شكراً يا أستاذ ياسر أستاذ فواذ جميل جداً أستاذ فهد تكمل تحديد هدف بس ما كملتها اختيار البرنامج والتسجيل أيمن أيها الساكتركي كده حتى لو تعمل كوبي بيست أمسك إلا كتبوا ورصقوا ما هذه مشكلة تحديد الهدف كتابة السيناريو اختيار البرنامج التسجيل جميل جداً جميل شكراً يا أستاذي طيب حلو من آيباد بس يقول لي اسم عشان أعدل اسم كان انت ما تقلت تعدل الاسم في واحد فيكم مكتوب آيباد ممكن يقول لي الاسم يا رأي تكتب لي اسمك بس عشان أنا أعدل اسمك بس هنا الاسم آيباد ممكن الاسم بس عشان أكتبه أعدله عبد السلام طيب يا عبد السلام الله يزاك بالخير عبد السلام بس عشان نعرف الاسم يعني عشان تكتب حرام تكتب انت مجهودك وتكتبه وبعدين احنا ما نعرف من الذي كتب زاكم الله خير جميل جداً طيب ما هو الفيديو الفيروسي الفيديو الفيروسي هو الفيديو الذي أخذ تعريفه كده يقول هو الفيديو وصل إلى خمسة مليون مشاهدة في خلال ثلاثة أيام ده حين صارت أكثر من كده كمان يعني ممكن في خلال ساعة بيوصل خمسة مليون مشاهدة فالفيديو الفيروسي أدخل على اليوتيوب أكتب فيديو الفيروسي يجب لك الفيديوهات الفيروسية يعني حاجة كده غريبة يعني انت صورت حاجة طاحة صورت حاجة فيصبح فيديو الفيروسي فأنا ليش بقول الكلمة هذه وكتبتها في العرض اللي احنا متكلم عليه لأنه توقع أي يوم من الفيديوهات اللي انت بتسويها انه ممكن يكون الفيديو اللي انت تسويته فيروسي طيب انتبه فيعني ممكن احتمال من الاحتمالات فتعرف انه ما هو الفيديو الفيروسي عشان انه اللي هو ممكن يكون السبب اللي هو الرئيسي في انه طبعا محذوف هذا الفيديو اللي بعدين ادور على فيديو تاني غير الفيديو تاني طيب خلاص كده نيجي على النصائح الأخيرة انك انت ما تستخدم الفيديو حاول انك انت تستخدمه ويزلي بحكمة يعني اقصد انه الفيديو انت بتتكلم على الجهاز الهضمي جيب فيديو للجهاز الهضمي انت بتتكلم على التفكير الابداعي جيب فيديو يدل على التفكير الابداعي انت تتكلم على الوضوء جيب فيديو على أركان الوضوء خلاص هذه الحكمة يعني هذه اهم حاجة اختار المقطع يكون يناسب درسك هذا واحد لانه حيانا ما انت بتسوي ثالثا احذر من الثلاثة الممنوعات الجنس والسياسة والدين ابتعد عن الثلاثة هادي تمام ابتعد عن الثلاثة هادي مو الدين يعني ابتعد لا الدين اقصد انه لا يكون في المقطع في حاجة عن صليب ومسيح وبوذة واصنام ومدريش في المقطع انت بي لازم تحذر لانه الان المناهج تغيرت يعني الان المناهج فيه مناهج جديدة علينا زي مثلا التفكير الابداعي فمرحلة التفكير الابداعي فيه مقاطع فيديو لو جبتها تثير الطلاب وتخليهم يشاركوا معاك لكن احنا احنا الهدف الاساسي من الفيديو انه ما يلامس الثلاثة الاشياء المخاصة اللي احنا دائما انتم بنبتعد عنها عشان النقاشات فيها شوية صعب تمام لكن اذا كان درسك هو بيتكلم فهذا شي طبيعي سيلنج لازم تتحمل او لازم تتعلم مهارة البيع ف مين يقول لنا ايش هي اول حاجة في مهارة البيع اهم نقطة في مهارة البيع كيف انا ابيع برنامجي هذا البور اللي انا بسويه الان الفيديوهات التعليمية كيف انا ابيع القلم هذا كيف ابيع الفينجان هذا والكاسة دي حق الشاي كيف ابيع الكاسة هذه ها شباب مين عنده مهارات اختيار عرض مشوق جميل جدا ها كيف ابيع قديني اول مهارة في البيع الدعاية والاعلان الدعاية والاعلان جميل جدا حلو هذا جزء من من اجزاء اللي موجودة ها مهارة لازم تتعلموها يا شباب لازم تتعلم مهارات البيع لازم تتعلم مهارات البيع ضروري جدا انت كمعلم وكأب وك اه انسان ماشي في الشارع وكبشتري انت لازم تعرف الحاجة دي الحاجة المهمة في التسويق يا شباب رقم واحد في التسويق يسمى بناء احتياج بناء احتياج يعني انا لما اجي اقدم لك القلم هذا ابغى ابيعك هو اعطيك اول حاجة ابني لك احتياج ما اقول لك شوف هذا بكم ترى هذا رخيص لا انا ما اقول هذا رخيص ما اقول انه ما قيم ده لا انا اقيم البناء حقي على انك انت تحتاجه فابني لك احتياج تصدق انه القلم هذا اه لما انت جي تكتب به يريحك انا بابني لك راحة تمام تصدق لما تكتب القلم هذا تخلي خطك اجمل انا بابني لك الجمال انت بتدود جمال في خطك صدق القلم هذا مرة رخيص بصراحة انا بابني لك ايش بابني لك انك انت ما عندك فلوس وتدور على حاجة رخيفة تمام فاي حاجة تبتبع فزيها بالضبط الفيديو لا تعرض للطلاب ممنوع منعا باتا انك تعرض للطلاب فيديو بدون ان تسوق له ما تقول لهم الان نشاهد مقطع فيديو لا لازم تبني لهم احتياج ترى يا شباب المقطع اللي هنشاهده اليوم مقطع مهم جدا تمام واداخل معنا في الاختبار على سبيل المثال المقطع اللي هنشاهد اليوم في معلومة مهمة جدا تحتاجوها مدى الحياة حتى لو كنت في الشارع هتحتاج المعلومة هذة اللي هتشوفها في الفيديو فبناء الاحتياج مهم جدا تمام طيب هذا يريد اطلع لك التفاوض الجيد التسويق طيب جميل جدا حلو إذا نتسويق للمقطع ولا تعطيهم الفيديو بدون ما إيش بدون ما تعطيهم مهمة لازم تعطي للطلاب مهمة وهم بيشاهده لا تقول لهم هنشاهد المقطع دا أو نقول لهم ترى زي ما انت سوق دبق قبل شوية وقلت لهم ترى المقطع هذا مهم جدا ابني لهم ابني لهم أسئلة عليه ترى فيه سؤال السؤال يقول التالي هذه أربعة أسئلة هنشاهد المقطع الفيديو وبعدها هنناقش الأسئلة ممكن تطرح الأسئلة بدون جواب والمقطع الفيديو يجيب على الأسئلة فسار فيه هدف لاستخدام الفيديو ما سار الفيديو هباء منثورة كده بس بيشاهدوه تمام وحاول أنه يكون جودة عالية الفيديو هاته لازم يكون جودتها عالية وصلنا 8 كيه وانا كان الفيديو هذا أربعة كيه المهم فضروري جدا أنك انت إيش يكون الفيديو شوية فيديو رائع وجميل وممتاز نيجي للمهمة الأولى إلا هو كيفية إنشاء قناة على اليوتيوب كيف أنشئ قناة على اليوتيوب خلاص نشوفها كده مقطع الفيديو نكمل نكمل المقطع بعدين نروح أول حاجة ندخل على جوجل ثم بعد كده نروح نكتب يوتيوب ثم ندخل على حسابك في وقف اليسار بعدين ننزوط على قناتك ثم بعد كده ندخل على تخصيص ونعدل الصور اللي موجودة في قناة اليوتيوب حلو؟ نشوفها الآن مع بعض ونسويها ثوية بإذن الله طيب من هنا نجي نفتح اليوتيوب مع بعض نفتح القناة طبعا يكون حسابك فوق في الأعلى في اليسار سواء تكتب يوتيوب هنا أو تجي هنا فوق في اليسار وتقول يوتيوب بعد ما تدخل على اليوتيوب حتلاقي هنا صورتك حتضغط على صورتك وتلاقي قناتك هتدخل على قناتك وتعمل تخصيص تضغط على قناتك كده فوق في الأعلى هتلاقي تخصيص أضغط على تخصيص وغير العلامة اللي فوق دي الصورة سويها أي صورة موجودة من الصور اللي موجودة عندك هذه المهمة أترككم لمدة تقريبا نرجع وخمسين كده نحن ثلاثة إلا ربع يعني تقريبا ستة سبعة دقائق كده تمام إلا يخلص من القناة يرسل الرابط على المحادثات سوي عادة هذا ممكن تعيد أبشير حبيبي نيجي مرة ثانية هنا على جوجل تمام حاول في المتصفح كروم تدخل تدخل صورتك شايفة شايفة الحساب حقك لازم تدخل بحسابك انتبه يعني حسابك تمام خلينا نروح هنا على هذا مثلا هذا فاضي تمام بعد كده نضغط على الثماني النقاط اللي فوق هنلاقي قلامة اليوتيوب ما تبغى أكتب يوتيوب يدخلك كلها زي بعضها تمام فنلاقي هنا الثماني النقاط أو التسعة النقاط اللي في اليسار نضغط على يوتيوب دخلني على قناة اليوتيوب تمام بعد كده نضغط على الصورة حقتك مرة ثانية حتلاقي فوق مكتوب قناتك قناتك تقدر تبدل الحساب هنا أنا أبدل الحساب هنا أخذ تبدل الحساب في عندي حسابات كده فاضية هذا حساب فاضي تمام نضغط على هذه القناة عشان تكون فاضي ما فيها شيء تمام بعد ما أضغط على القناة فوق تمام هنيجع على قناتك هذه هي قناة التطبيقات الرقمية التعليمية ما حطت فيها ولا شيء فاضية تمام شوف ما فيها ولا شيء فاضية فتضغط على تخصيص القناة وتغير الصورة التي بغاها تعدل الصورة التي بغاها تعدل الصورة ما عدلت الصورة مو لازم تعدل الصورة ليس بالأساسي أنا بس يهمني أن يكون عندك القناة ويكون لأنه إحنا هنعمل الفيديوهات دحين الآن تمام فما يصنع ما يصنع نصنع قناوات نصنع قناة على اليوتيوب وإحنا أصلا ما عندنا قناة يعني آسف نصنع فيديوهات وما عندنا في قناة فهذه هي الفكرة الأساسية اللي ما يتكلم عليه إحنا منسوي قناة عشان الآن لما نسوي فيديوهات نرفعها على القناة مو نسوي يعني زي اللي يبني اشتري أساس اشتري كراسي وسرير وطاولات وتلفزيونات وأجهزة وبعدين أصلا ما عنده بيت فما يصير فإحنا سوينا القناة هذه عبارة عن بيت هذا المنزل الذي سنضع فيه الفيديوهات خلاص ناخد كده تقول حبيب نسأل الرابط كيف يعني مثلا أرسل الرابط حق القناة ولا أنسخ كلها زي بعضه تيبقى تنسخ الرابط اللي فوق أو أنت موجود في القناة هنا حتلاقي مكتوب الرابط حقك هنا على الفيديوهات حقتك خش على الفيديو شاهد الفيديو فوق لما أنت شاهد الفيديو حتلاقي هنا تحت مكتوب مشاركة خذ مشاركة وهذا الرابط شاهدوا ما موجود هنا نسخ الرابط أرسلككم بس أنا ما أريد أرسلككم الرابط هذا عشان هذه ليس القناة الرسمية فهتلاقي ما هتوسع فأرسل الاختبارات الإلكترونية عشان لا تبقوا تتابعوا القناة ما فيها فيديوهات ما فيه تمام الفيديوهات التعليمية نجي هنا على القناة هذا القناة كده ثم بعد كده نجي على أي فيديو من الفيديوهات موجود هنا هذا نسر من حضرنا نزلناها تمام إلى السبورة فنيجي هنا ناخد مشاركة لازم تحاولوا قدر ما استطاع أنك انت ونروح على القناة لثير فيها قناس ممنوع جلب الأجهزة في المدارس أي وممنوع جلب الأجهزة في المدارس لكن انت كيف تستخدم الجهاز اللي موجودة داتا شوه في العرض اللي فترسلوا على المحادثات يا سلام جاءنا الأستاذ نضال طبعا الفائدة الآن اللي نحن نجنيها نحن كل واحد زي كده نضال نعمل له ايه نعمل له اشتراك فإحنا نشتركنا مع بعض ماذا ما كان مشترك واحد سأل عندك اثنين دحن مبروك يا نضال أنا ما يفهم فيها هذه شوية لا معاك أنا معاك إحنا معاك ندور واحد ما يفهم فيها نشرح له هي خطوة بخطوة خلاص؟ انت الآن سألت وفيك حبيبي سامحنا معلش خليك معايا ايه؟ انت الآن بتتابعني من اللابتوب ولا بتتابعني من الكمبيوتر الكمبيوتر انا حلو يعني انت الآن عندك الزوم على الكمبيوتر مضبوط طيب الآن الخطوة ايش هنسوي الآن؟ هنيجي نعمل ستوب شيريك هنحنوقف المشاركة حلو؟ مضبوط واجه عند اسمك أعطيك فلاحية المشاركة اضغط على المشاركة اللي هو الزر اللونه أخضر في الزوم شايف الزر الأخضر اللي تحت موجود؟ ضغط طيب اهي استنى شوية دقايب الآن جيك مشاركة شاشة قل مشاركة شاشة شاركة شيري المكتوب على؟ ايوة ايوة اضغط عليها تاني يا سلام عليك احنا الآن نشاهد جهازك حلو الآن اضغط فوق على جوجل ايوة جيب جوجل اول حاجة ايوة اعمل دابل كليك عليه ضغطتين عادي اضغط على النفس البسي من الفوق ايوة اضغط على الثمانية عندك ما في مشكلة ايوة اروح على اليوتيوب الآن اروح على اليوتيوب يا سلام عليك ما عليش حتى لو طلع شي ما هو كويس ما عليه سامحنا احنا مسامح هناك خلاص الآن فوق في اليسار عندك اروح على اليسار الله يحفظك خليه بس تظهر شوي عندك انت شوي ضعيف تمام سجل دخول شو مكتوب تسجيل دخول شايف تسجيل دخول؟ اضغط على تسجيل دخول يا سلام عليك الآن سجل دخول بأي حساب من الحسابات اللي عندك استناها شوية دقائق لا تستعجل عليها الله ما انا متذكر انا لا ما عليش ما في مشكلة بس احنا بنقول لك الطريقة احنا بنقول لك الطريقة مو مصحة وخطأ خلاص اكتب الايميل هنا وبعدين التالي وبعدين انتصل الى قناتك خلاص وضحة الفكرة ايه ان شاء الله يلا شكرا